يدرك الحوثيون أن لا وجود لهم في محافظة إب كغيرها من محافظات الوطن لا وجود لهم ولفكرهم العنصري الضيق في اليمن لن يقبل بهم الشعب ولكن الميليشيا الحوثية تتجبر وتسعى في إرسال القيادات الموالية لها ممن ينتحلون صفات وزراء ووكلاء في حكومتها غير المعترف بها والعملين ضمن المتحوثين لإقناع إب وأبنائها بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالطريقة الحوثية المبالغ فيها مع استخدام السلاح والمال والترهيب غير أن يوم السادس والعشرين من سبتمبر مثل يوم انتفاضة جديدة بوجه الكهنة الجدد وأوصل رسائل قوية للميليشيا الحوثية وقياداتها القابعة في الكهف ومحركيها في طهران أن الشعب اليمني يرفض الفكرة الخمينية ويلفض الجماعة الكهنوتية ولن يرضى بها مهما طال الزمان إب السلام والأمان الحب والوفاء تتحول بشبابها وأهلها إلى كتلة سبتمبرية حمراء تبدأ من السد والنادرة وتواصل احتفالاتها في المشنة والظهار لتعم الفرحة أرجاء ريف المحافظة هنا في إب رسم الجميع يوم السادس والعشرين من سبتمبر المجيد في الجبال والشعاب ورفعوا علم الجمهورية والوحدة فوق ظهورهم وسياراتهم ودرجاتهم النارية لوحات وكتابات عبرت عن أهداف الثورة وصدق المحتفلون في الحفاظ على الثورة وأهدافها السامية وعدم القبول بغير الجمهورية والوحدة مهما كلفهم ذلك من ثمن رغم التضييق والتخوين الحثي المحموم لكنهم يعلنون صراحة رفضهم للكهنوت ويؤكدون تمسكهم بالجمهورية وأهداف الثورة الستة أطقم الميليشيا تقف عاجزة عن منع حماس وعشق الجمهوريين في إب لوطنهم فيما العربات والدراجات النارية تطلق أصوات الفرحة والتحدي والحب السبتمبرية أفواج الفرح استمرت تجوب شوارع مركز المحافظة والمدريات طوال النهار والليلة فرحة عفوية تغمر قلوب أبناء محافظة كغيرهم من أبناء الوطن مشاركة لم يدعو لها حزب أو جماعة أو فئة أساسها ومنطلقها حب الوطن الذي جسدوه في إشعال ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيد في رؤوس الجبال وبمبادرات ذاتية وانطلقت فيها الألعاب النارية من أسطح المنازل في كل أرجاء محافظة موسيقى